اجرى سعادة الدكتور عبداللطيف من راشد الزياني وزير الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا مع معالي السيد انطونيو جوتيريش الامين العام للأمم المتحدة جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنيات الإقليمية والجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة على الصعيد العالمي للحفاظ على الامن والسلم الدوليين والمساعي الحثيثة التي تقوم بها لدعم جهود دول العالم في مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وقد نقل سعادة الدكتور عبداللطيف من راشد الزياني إلى معالي الامين العام للأمم المتحدة تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه على الدور الكبير الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للحفاظ على الامن والسلم العالمي والجهود التي تبذلها في مجال دعم التنمية المستدامة في دول العالم ومواجهة التحديات العالمية وأكد سعادة وزير الخارجية دعم مملكة البحرين للدعوة المخلصة التي أطلقها الامين العام للأمم المتحدة لوقف عالمي فوري لإطلاق النار وتسخير الجهود الدولية لمواجهة والقضاء على فيروس كورونا منوهن بالدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية لدعم جهود دول العالم في مكافحة فيروس كورونا معربا عن تقديره للخطة التي أطلقها مع السيد أنطونيو جوتريش لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة لفيروس كورونا باعتبارها خطة طموحة ذات بعد إنساني وهدف نبيل يأخذ في الحسبان احتياجات الدول النامية ومتطلباتها الضرورية لمواجهة الفيروس وأوضح سعادة وزير الخارجية أن دعوة معالي الأمين العام للأمم المتحدة لوقف عالمي لإطلاق النار لقيت استجابة فورية من تحالف دعم الشرعية في اليمن بإعلانه عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن معربا عن الأمل في أن تواصل الأمم المتحدة جهودها للضغط على الحوثيين للاستجابة إلى وقف إطلاق النار والقبول باستئناف المفاوضات السياسية التي يقودها المبعوث الأممي إلى الجمهورية اليمنية مارتين جريفث مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في كل من سوريا وليبيا من جانبه كلف معالي الأمين العام للأمم المتحدة سعادة وزير الخارجية بنقل تحياته وتقديره وامتنانه لجلالة الملك المفدى على التزام مملكة البحرين وتضامنها مع الأمم المتحدة في جهودها لمكافحة جائحة كورونا مشيدا بالإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لمكافحة الفيروس ومنع انتشار العدوى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والوافدين في المملكة مثمنا التوجيهات الملكية الكريمة من لدن جلالة الملك المفدى بأن تتكفل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الطبية والخدمات الصحية للفحص والحجر والعلاج لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة على حد سوى الأمر الذي يدل على صدق المشاعر الإنسانية النبيلة لجلالة الملك المفدى وإيمانه الراسخ بالقيم والمبادئ الأخلاقية العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر